السلام عليكم صفر اثنين واعتذر مسبقا من الاخوة والاخوات للتأخر في الردود على الواتساب رسائل كثيرة وضغوط الحياة والعمل لذلك انت ارسل رسالتك ورح ارد عليك ان شاء الله في الوقت المناسب المهم قصتنا الليلة لشاب اسمه هارون هارون هذا عايش هو والدته وهارون ابوه متوفي قبل سنوات عديدة وام هارون هذه تعبت على هارون تعب ما يعلمه الا الله عز وجل ابوه هارون توفي قبل سنوات غرق في البحر كان يشتغل في الصيد وقلب فيه القارب وتوفي رحمة الله علي وظلت ام هارون عندها الولد هذا الصغير اللي عمره لا يتجاوز ستة الى سبع سنوات والولد بحاجة الى مصاريف كان ابوه هارون يشتغل يصيد يجيبها الصيد يبيعوا في السوق ويصرفوا على هالعائلة لكن الان اصبحت وحيدة امام تحديات الحياة وعندها الولد الوحيد وطبعا الرجال لما توفي ترك الام هارون منزل متواضع لكن ما فيه لا فلوس ولا ذهب ولا من يحزنون الجماعة كانوا عايشين اول باول والحال مستور بعد ما توفي الرجال صارت ام هارون كانت قبل ربة منزل قاعدة فيها البيت كل شي يجي لعندها ورضيانا بما قسم الله عز وجل لكن الان صارت هي المسؤولة صارت تشتغل المسكينة في تنظيف المنازل في الزراعة فيه اي شغلة تصير لها لاجل انها تأمن لقمة العيش الحلال لها والولدها وتروح الايام وتجي الايام ام هارون لما صار الولد هذا عمره ست سبع سنوات حطته في المدرسة وتجي بعد ما يطلع الولد من المدرسة تجيب هاللي الله سبحانه وتعالى قسمه لها ولها الولد وتدير بالها عليه وترعى وتروح الايام وتجي الايام والولد هذا صار يكبر شوي شوي والام ملتهية بالشغل تحاول قدر الامكان انها ما تخلي ولدها يحتاج اي شيء بعد فترة منزما وبعد عدة سنوات الولد هذا ما افلح فيه الدراسة لانه امه ما كانت فاضية التابع الدروس والتابع وضعه فيه المدرسة لانها كانت بلشانة فيه العمل لذلك هارون لما وصل الى نهاية المرحلة الابتدائية الولد فضل فيه النهاية انه يطلع من المدرسة لانه علاماته كانت سيئة ومتدنية جدا والولد هذا هارون منه هو زغير يحب العصافير يحب الطيور يحب يلاعب العصافير يروح على المحلات اللي تبيع الطيور هذه يتفرج عليها من بعيد وفي يوم من الايام طلب من امه انها تشتري له بعض انواع العصافير الرخيصة وفعلا امه ما شذبت خبر عندها الولد هذا بالدنيا كلها على الرغم من فشلوا فيه الدراسة الا ان مو بالضرورة كل ولد لازم يطلع دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا اي شهادة ممكن يحصل عليها المهم الولد هذا صار قلبه وعقله وكل مشاعره متعلقة في الطيور او ترك الدراسة والاول مع التالي لكن بنفس الوقت هارون يعني يعرف يقرأ ويعرف يتكلم اللغة العربية واللغة الفرنسية وشوي شوي هارون يعني تقدرون تقولون صار تاجر طيور صغير يشتري كناري من هذي يشتري عصفور من هذي يشتري ببغاء من هذ وصار يشتري اقفاص صغيرة وبعض الاقفاص صار هو يصنعها من الخشب ومن بعض الادوات من الحديد وصار يحط الاقفاص هذي على السطح وبناله غرفة صغيرة ويحط هالعصافير وهالاقفاص فيها والولد كان شاطر ومتمكن لانه يحب العصافير ويعرف هذا شن علته وهذا شن مساوءه وشوي شوي التجارة هذي بدت تدر بعض الارباح على هارون او هارون صار يساعد والدته فيه مصاريف المنزل او ام وتقوله يا هارون اش بدك من هالطيور يا ولدي روح تعلم لك مصلحة روح تعلم لك حرفة احسن لك من هالطيور اللي كل نهار مقابلها طبعا هارون ما عنده شغله وعمله غير تقريبا السبع طعش الى 18 ساعة هذنا مقضيهن على السطح ويطعمي هذا والعصفور المريض هذا ايداوي وهذا المكسور وهذا مدري شنو ويجيب ادوية ويجيب علاجات وشوي شوي هارون صار له سمعة فيه الحارة وفيه الحي اللي عنده طير مريض يجيبه لعند هارون اللي عنده طير وده يبيعه يجيبه لعند هارون هارون صار بالاضافة الى الطيور اللي يشتري ويبيع فيها كذلك صار مثل السمسار سمسار طيور ويصير يعني يبيع بالواسطة بين فلان وبين فلان وياخذ سمسرة على البيع والولد اموره صارت المادية نقدر نقول انها بالنسبة لأوضاع امه قبل يعني الاوضاع شبه مستقرة وتجارة الطيور هذه التجارة ما هي سهلة واذا احترفتها تدر عليك الاف الدولارات وخصوصا التجارة في بعض انواع البلابل والكناري والطيور الفريدة والنادرة بغض النظر عن مربين الحمام المعروف والمتعرف عليه في المجتمعات العربية انه كالشاش الحمام تلاقي صاحب مشاكل ويمين وما ينقبل وحتى شهادته ما تنقبل كالشاش حمام هذا المتعرف عليه يعني المهم تروح الايام وتجار ايام هارون صار يكبر بعد مرور فترة منزما هارون صار يبحث في المكتبات عن بعض الكتب اللي يعني تتكلم وتتحدث عن الطيور وصار يجيب من هالمكتبات ومن بعض البسطات اللي تبيع بعض الكتب المستعملة القديمة ويقرأ فيها الكتب عن الطيور عن مشاكل الطيور عن أمراضها وبعد فترة منزما بسبب القراءة والمطالعة أصبح هذا هارون طبيب بالإضافة إلى تاجر طبيب عصافير وصار يكتسب الخبرة وشوي شوي ويوم ورا يوم صار الولد هذا هارون علم فيه الحارة وفيها الأحياء المجاورة أي واحد عنده مشكلة في طير في عصفور في كناري في ببغاء يقولون وروح على هارون هارون هذا داهية من الدواهي المهم ما لكم بالطويلة بعد فترة منزما هارون قد ما تفرج على الأفلام الوثائقية وناشونال غرافيك وقرأ في الكتب صار يساوي تجارب على الطيور ويحاول يهجن بعض الطيور يحط الكناري مع نوع آخر يحط النوع الآخر مع نوع آخر المهم صار مرات يخبص مرات تزبط معا مرات ما تزبط معا المهم هالطيور موجودة ويقول لك نجرب معنا خسراني شي وتلاقي هارون فيها المدينة اللي عايش فيها فيها السوق أسبوعي والسوق الأسبوعي هذا مثل ما تعرفون في الأسواق الأسبوعية في كثير من المدن العربية تلاقي البسطات اللي يبعون الأدوات المنزلية اللي يبعون مختلف البضائع اللي ما تلاقيها أحيانا إلا فيها الأسواق هذه ومن ضمن الناس اللي يجون على الأسواق هذه جماعة الطيور اللي عنده دجاج اللي عنده بط اللي عنده وز اللي عنده حمام اللي عنده عصافير هذا يعني يكون قسم لحال قسم الطيور تلاقي هارون ياخذ العصافير اللي عنده وهالأقفاص وهالحمام وهالطيور الفريدة ويبيع اللي يبيعه وكذلك بنفس الوقت يشتري بعض أنواع الطيور اللي يحب أنه يقتنيها وبأسعار رخيصة وتجارة هارون شوي شوي ازدهرت والأمور عال العال بعد فترة قال لأمه قالها يا يمه الآن خلاص ما عادت تشتغلين لأنه أم هارون قد ما اشتغلت فيه تنظيف المنازل والمزارع ومنهين ومن هناك الحد ما صاره تصور هارون صار معاه روماتيزم صار معاه بعض الأمراض الضغط السكري قال لها يا يمه خلاص ما عادت تطلعين الآن برا المنزل أو كل شي يجي لعندك أم هارون شافت هارون صار فيه تقريبا منتصف العشرينيات وصار يعني مثل ما تقولون في سن الزواج وتحن على هارون وتزن عليه يا هارون تزوج يا ابني الطيور هذه فيه النهاية ما تفيدك صحيح تجارة وكذا لكن فيه النهاية يودك ولد يشكيلك فيه كبرتك ولا بنت ولا يعني يغير جوها البيت يقول هاي ما بكير على اليوم وبكرة وبعد بكرة وتمر الأيام والسنين وهارون بل شان فيها الطيور وما هو فاضي أصلا ويقول لك بكرة إذا تزوجت المرأة هذه يمكن تعطلني عن تجارتي عصافيري تموت عنده طيور فريدة ونادرة المهم بعد مرور سنوات عديدة إلى حد ما وصلنا إلى عام 2010 هارون فيها ذاك الوقت صار عمره تقريبا 33-34 سنة أو عازف عن الزواج ما هو رضيان يتزود لأنه هارون في السنوات الأخيرة صار يساوي مثل العلماء اللي يشوفهم في ناشونال جرافيك والقنوات الوثائقية تشوفون هذول اللي يطلعون على الغابات ويسوون دراسات على الطيور ويصورونها بالكاميرات ويسوون الأفلام الوثائقية ويقوم هارون يشتري كاميرا ويشتري لها الذواكر اللي هي الميموري وصار هارون شوي شوي يطلع على هالغابات المحيطة ويطلع يبحث ويشوف ويمسك هالكاميرا ويصور ويجي لما يجي على البيت يشبك الكاميرا هذه على التلفزيون ويقعد يتفرج على هالأفلام اللي يصورها ويحني صار يعتبر نفسه عالم مثل علماء الناشونال جرافيك وصارت الرحلة هذي اللي يطلعها على الغابات شبه روتين يومي لازم كل يوم ولا يومين لازم يطلع على الغابة يراقب حركة الطيور في بعض الطيور اللي تيجي من المحيط الأطلسي تعبر المغرب المهم صارت هذه شغله الشاغل بالإضافة إلى التجارة والبيع والشراء وفي يوم من الأيام في ربيع عام 2010 هارون هذاك اليوم عنده دراجة نارية يستخدمها للتنقل علشان يروح على الغابة وعلى أسواق الطيور ويتنقل فيها يعني كأداة نقل ووسيلة التنقل ويركب الدراجة هذاك اليوم ويطلع كالعادة على غابة ينقلها غابة الهرهورة موجودة هذه بالقرب من الرباط غابة جميلة صار قريبة كذلك من سواحل المحيط الأطلسي طلع هذاك اليوم وكان عنده خبر هارون أنه فيه بعض الطيور المهاجرة اللي ودها تيجي من جهة المحيط الأطلسي وتعبر المغرب قال لك هذاك اليوم ودي أطلع بعد صلاة الفجر مباشرة وفعلا يركب الدراجة ويطلع على الغابة يصف الدراجة في مكان معين يخبيها بينها الحشائش والأشجار الصغيرة وطبعا هارون لما يجي على الغابة يكون لابس لباس مموه علشان الطيور ما تشوفوا وما تعرفوا علشان ما تهرب منه ويطلع هذاك اليوم هارون على أعلى شجرة موجودة فيها الغابة لأجل يراقب الأجواء وماسك هالكاميرا معاه وعنده مطرة مي وقاعد أعلى هالشجرة هذي وقاعد يراقب الوضع وهذاك اليوم الدنيا لسه على الشمس ماهي طالعه والولد مجهز الكاميرا بمجرد ما يكبس كمسة التسجيل تبلش تسجيل فيديو وقاعد ما عنده قطعة من الشيطان العصافير بدت تطلع أصوات العصافير الأجواء جميلة وشوي ما يحسوا يدري هارون إلا تيجي سيارة قريبة من الشجرة اللي معتلي أعلاها سيارة هذي نزلوا منها أشخاص اثنين شباب في منتصف العشرينيات ونزلوا معاهم كيس أبيض ونزلوا معاهم أدوات حفر لسه شمس ميهي طالع مثل ما قلنا وهارون في هالحالة حول نظره من أنه قاعد يراقب الطيور اللي ودها تيجي من المحيط صار يراقب الجماعة هذول شنو جايبهم على هالغابة وشنو هالكيس وبدوا والشباب الاثنين هذول يحفرون بهالأرض وحفرورهم حفرة ويدفلون الكيس هذا اللي جايبينه معاهم وركبوا سيارتهم وغادروا المكان لكن هارون شنو سوا وهم قاعدين يسوون العملية هذه شغل الكاميرا وبدأ يصور الأشخاص يعني واضحين بالنسبة له مية بالمية وكذلك السيارة مع أرقام السيارة وكله احتفظ في في ذاكرة الكاميرا بعد ما راحوا هذول مباشرة من باب الفضول قال لك هارون أريد أشوف هذول الشنو ودفنوا فيها الأرض وقوم ينزل منشجرة ويجي على هالمكان اللي يدفنوا فيها الكيس وبدأ يحفر عليه اللي تراب طريتوهم دافنينو ويتبين الهارون أنه هذا المدفون جثة طفل رضيع حديث الولادة وصار هارون يفكر ويتساءل أنه ليش وشنو قصتها الطفل هذه المهم ما لكم بطول تصيره هارون رجع الجثة مكانها ورجع دفنها ورجع طلع على هالشجرة اللي كان معتليها وظل ساعة ساعتين زمان الطيور ما جد أو ينزل ويركب هالدراجة ويرجع على البيت ويرجع يتفرج على الفيلم أو الفيديو اللي يصوروا للشباب الاثنين وهم يحفرون الحفرة وصار يفكر شنو قصته وتعرفون البني آدم دائما بشكل عام عنده الفضول وده يعرف شنو السالفة ومنو هذول ومنو الطفل وليش هذول تجو دفنوا والطفل فيه الغابة ليش ما أخذوه على المقبرة دفنوا فيه المقبرة قال لك معناته السالفة والقصة فيها جريمة والله أعلم شنو وراء هالشباب هذول المهم مرة هذاك اليوم بسلام لكن الفيديو هذا والقصة اللي صارت ما هي راضية تفارق مخيلة هارون ويفكر وشلون وما شلون المهم ويهتدي هارون هذاك اليوم فيه اليوم الثاني على صديق له يعمل فيه المواصلات ويتصل عليه السلام عليكم وعليكم السلام شو الأخبار شو كذا قال له طالبك قال له ابشر قال له صراحة فيه عندي رقم سيارة وودي أعرف من هو صاحب هالسيارة وإذا تقدر تجيب لي أكبر قدر ممكن من المعلومات أو هذا صاحب هارون صديق هو يا من الروح للروح قال له ليش قال له والله مجرد فضول يعني ما فيه شي بينه وبينه بس يعني حاب أني أعرف بعض المعلومات عنه قال له ابشر فيه اليوم الثاني تكون المعلومات عندك ويعطي رقم لوحة السيارة اللي كان مصورها في الفيديو فيه اليوم الثاني يتصل عليه صديقه قال له يا هارون السيارة هذه ترجع الشخص اسمه حسن وحسن هذا عمره كذا ومواليده كذا ورقم تلفونه كذا وحتى عنوان السكن بالتفصيل فيه المنطقة الفلانية مع رقم المنزل جزاك الله خير الله يعطيك العافية يا صديقي ويقوم يركب هارون الدراجة النارية ويروح على العنوان اللي يعطيها هذا بناء على معلومات لوحة السيارة ويبدأ يراقب المنزل هذا شوي ساعة زمان ولا فعلا تطلع السيارة هذي يجيب اللي شافها فيه الغابة الأرقام نفسها الأرقام هذي رقم لوحة السيارة حفظها هارون عن ظهر قلب واللي قاعد يسوق السيارة واحد منها الشباب اللي بصورين عنده فيه الكاميرا اللي هو هذا حسن المهم هذا حسن ركب سيارته تجيب طلعها من المرآب اللي موجودة فيه في موقف السيارة ووقف أمام المنزل وتطلع كذلك من المنزل فتاة مبين عليها الحزن فتاة مبين عليها المرض تعبانة ركبت معها فيها السيارة وغادروا المكان وكذلك فيه اليوم الثاني ييجي هارون يراقب المنزل من بعيد البعيد ويشوف كذلك الشباب الاثنين والبنت كمان يطلعون فيه السيارة ويغادرون المكان هارون صارت الأفكار تاخذوا وتجيبوا واذبحوا الفضول وياريت أنو الأمر وقف عند الفضول وتجي على بال هارون خطة شيطانية قال لك أنا ليش ما أبتز هذول الأشخاص بما أنهم ادفنوا الجثة هذه في الغابة أو أكيد وراهم بلوة مصبرة أكيد فيه مشكلة فيه جريمة ولازم أني أستغل هالوضع لأجل أني أبتز هذول وأدفعهم مبلغ مالي وأحسن من أحوالي المادية المهم صار يفكر شلون ما شلون رقم هاتف صاحب السيارة حسن موجود عنده وكذلك عنوان المنزل موجود عنده بالتفصيل قال لك خليني أتصل عليهم وأبتزهم بعدين قال لك لا يا ولد بعدين يجيبون رقم التلفون ويعرفون منه أنا قال لك خليني أكتب رسالة خطية وأرسل لهم إياها بالبريد المستعجل وفعلا هذا اللي حصل ويقوم هارون يجيب ورقة وقلم ويكتب رسالة أنه أنا شفتكم وترى عندي شريط مصور أنكم دفنتوا طفل رضيع في الغابة ورقم سيارتكم كذا وأنت اسمك كذا وكتب لهم المعلومات كاملة وقال لهم في النهاية علشان تحصلون على الفلاشة اللي حاط فيها مقطع الفيديو هذا لازم تدفعوا لمبلغ خلينا نقول خمس تلاف دولار وإلا رح أبلغ عنكم رجال الأمن وأشتكي عليكم وأفضحكم وفي النهاية حط رقم تلفونه لأجل يتواصلون معه ويشوف ردة الفعل وراها على مركز البريد وحط الرسالة هذه في البريد المستعجل مر أول يوم اليوم الثاني اليوم الثالث ويجي رقم غريب يتصل على هارون السلام عليكم وعليكم السلام أنت مودينا رسالة في البريد وتقول ودك مبلغ كذا وكذا ومنو أنت وش ودك مني يا أخي اتركنا بحالنا اللي فينا مكفينا قالوا اسمع من الآخر ودك تدفع الفلوس هذه وإلا والله الفلاشة هذه الآن بعد خمس دقائق تكون عند رجال الأمن أو هذه الشا الساعة ضبطه إذا تقدرون الضبطون المتصل حسن قالوا عطينا مهلأ أسبوع زمان خلينا نضبط أمورنا نجهز لك المبلغ المبلغ اللي طالبه كبير قالوا معاك 72 ساعة أنا أسبوع ما أقدر أستنى أكثر من 72 ساعة ترى في اليوم الرابع تكون الفلاشة عند رجال الأمن وسكر التلفون ويقوم يحط التلفون طيران علشان ما أحد يقدر يتصل عليه ويخلي التلفون تقريبا يومين 48 ساعة التلفون مغلق ويفكر وأكيد راح يدبرون المبلغ وراح أنتعش وراح أحصل على مبلغ من المال بعد يومين ويشغل هارون التلفون ويلاقي عدة رسائل جايته وقال له إحنا جاهزين أوكي بس أعطينا موعد أعطينا مكان عشان نلتقي فيه ونعطيك الفلوس وهذول لما شغل هارون التلفون جاتهم رسالة أنه التلفون الآن متاح ويتصلون على هارون ها السلام عليكم يا أخي أنت نطفي تلفونك صارنا يومين نحاول نتواصل معاك تلفونك مغلق جاهزته والمبلغ قاله والمبلغ جاهز وين نلتقي أعطاهم هارون موعد في إحدى الساحات في هالمدينة قالوا لهم مع شروق الشمس الساعة الستة ونص لازم تكونون حاطين الفلوس فيها الساحة هذه بجانب أحد المقاعد اللي مميز باللون الفلاني الشباب هذول الاثنين الإخوان حسن وحسين ما تشذبوا خبر وجووا على الموعد في صباح اليوم الثاني لكن حسن وحسين كانوا ناوين نية سودة الهارون جابوا الفلوس وحطوها في المكان لكن ما جو في السيارة نفسها اللي راحوا فيها على الغابة كانوا مستأجرين سيارة ثانية وناوين على هارون أنهم ياخذون الفلاشة بعد ما يحطها هارون مكان الفلوس وياخذ الفلوس وناوين أنهم يعني يسترجعون فلوسهم وكذلك ياخذون الفلاشة المهم جو وصفه وفي أحد الشوارع والسيارة هذه ما يعرفها هارون يعرف سيارتهم الثانية مع شروق الشمس على الساعة ستة ونص ويجي هارون بالدراجة هما كانوا متوقعين أنه هارون يجي ماشي يجي بسيارة المهم على المكان المتفق عليه لقى حقيبة صغيرة فيها الفلوس المطلوبة ويركب هارون الدراجة ووده يمشي ويهرب وما يحس ويدري إلا السيارة ما عرف من وين طلعت له السيارة اللي راكبينها حسن وحسين ويتمدد هارون فيها الأرض مثل هين وهناك وتجرح وصار يصيح ويتعلم ويقومون يفكون منه كيس الحقيبة هذه اللي حاطين فيها الفلوس والفلاشة اللي على أساس حاطها هو في المكان ويركبون سيارتهم ويا دار ما دخلت شر وظل هارون يفرفر بهالأرض شوي ويجي عامل نظافة طالع من الصباح ووده ينظف فيها الساحة ويكنس ويضبط الأمور وينتبه على هارون والدراجة هارون متمدد بالأرض شبه مغمع عليه ابتالي نفس لما جهله عنده حاول أنه يجلسوا وينتبه هذا عامل النظافة على هارون وهارون كان شبه يعني في الرمق الأخير قاعد ينازع هارون قاعد يأشر على الدراجة ويقول لهذا الشاب عامل النظافة يقول له الفلاشة في البيدون الفلاشة في البيدون شوي ويغيب هارون الرجال هذا طلب الأسعاف وبلغ رجال الأمن حضرت حضرت سيارة أسعاف وحضرت رجال الأمن لمعينة مكان الحادث وتم إسعاف هارون إلى المستشفى لكن هارون قبل لا يوصل للمستشفى كان متوفي وتم رفع الدراجة كذلك إلى مركز الشرطة وبدأوا رجال الأمن يحققون فيها القضية وفيها الموضوع وعلى الأغلب يعني حسب السينيريوهات المحتملة أنه هذا ممكن يكون حادث سير يعني سيارة ما طال على الصبح وضربت هذه الدراجة وصاحب السيارة فر من المكان وما أسعف هذا الرجال وعادة تحصل هاي الأمور كثير أنه واحد يضرب الثاني يتلاقيه يهرب خوفا من المسائلة القانونية المهم هارون مات وما قدروا يحصلون منه شي وما قدروا يعرفون شنو اللي حصل معاه هل هي جريمة هل يعني حادث غير مقصود وجابه وعامل النظافة اللي بلغ قاله وشلون عثرت عليه وهل أنت شفت الحادث قال والله جماعة جيت عليه ولقيت الرجال متمدد بهالأرض والدراجة بجامبه لكن قبل يغمى عليه قال لي الفلاش فيه البيدون وشنو يقصد فيه الفلاش فيه البدون والله ما أدري لكن كان هذا كلامه الأخير المهم تم تسليم جثة هارون الأم وادفنته وبكت وحزنت عليها ذاك اليوم حزن عظيم منه اللي ضرب هارون ومنه اللي تسبب بمقتله وهالحادث الأليم والجيران يواسونها والجارات يواسنها وطولي بالش والله يرحمه المهم الضابط اللي مستلم التحقيق فيها القضية لما قرأ الملف ملف القضية وقال أنه يعني عامل النظافة هذا قاعد يقول أنه هذا قبل لا يموت يقول الفلاش فيه البيدون وهذا الضابط من هوات الدراجات النارية ويحب الدراجات النارية وعنده أكثر من دراجة وقال لك يمكن هذا الرجال قبل لا يموت ما لفظ الكلمة بشكل صحيح ويمكن أنه يقصد الفلاش في الكيدون الكيدون اللي هو مقود الدراجة يسمى بلكيدون ويقوم هذا الضابط بحكم خبرته يروح على الدراجة النارية اللي هي دراجة هارون ويجي يتفحصها يتمعن فيها من هناك شنو يقصد هارون وشنو الفلاش في الكيدون يتفحص المقود من هناك وينتبه أنه فيه مثل مسكات بلاستيكية هذه يحطونها على مكان مسك الكيدون هذا المقود على اليمين وعلى اليسار في ناس تحطها كزينة في ناس يعني علشان تكون مسكة الكيدون هذه طريقة يعني مثل مقود السيارة أو تعرفون يحطون عليه عبارة عن غطاء علشان المنظر الجميل وعلشان يكون طري المهم ويشيل المسكات هذن شال أول وحدة ما فيها شي ويشيل الثانية وتقع منها فلاشة صغيرة ويشيل الفلاشة هذه ويدخل على المكتب ويحط الفلاشة هذه في الكمبيوتر أو بد هالضابط يتفرج على محتوى الفلاشة ولا فيه فيديو مصور من مكان عالي فيه شجرة مبين فيها أشجار وفيه سيارة وأشخاص اثنين قاعدين يدفنون الكيس الأبيض هذا وملامح الأشخاص بينه واضحة وكذلك رقم السيارة واضح ويقوم الضابط هذا يطلب من المحققين اللي تحت منه أو الضباط اللي تحت منه أنهم يشوفون السيارة هذه اللي تحمل الرقم لما تعود وقالهم اتجيبولي صاحب السيارة طبعا خلال وقت قصير عرفوا السيارة لمن قالوا هاي السيارة الحسن ابن فلان ابن فلان مقيم في المنطقة الفلانية ويروحون يلقون القبض على حسن جابوا حسن قالوا يا حسن أنت الآن متهم بجريمة قتل ومنه هذا اللي معاك في الفيديو طبعا شوفه حسن الفيديو وقال صراحة يعني هذا أمر خاص في العائلة ويعني أمر وصار منه اللي معاك قال اللي معاي هذا أخوي ويجبون أخو حسن ويضغطون عليهم منهين من هناك أنكروا علاقتهم ومعرفتهم بصاحب هذا الفيديو أو التصوير قالوا لهم السؤال في هذه ما تنفع يا حسن وحسين اعترفوا أحسن ويروح رجال الأمن على بيت حسن وحسين ويشوفون سيارتهم اللي كان الظاهرة في الفيديو بالإضافة إلى السيارة اللي كانوا مستأجرينها ويجيبون السيارتين ويعرضون على الخبرة الجنائية والخبراء الجنائيين لما تفحصوا السيارات تبين أنه السيارة الثانية اللي كانوا مستأجرينها في عليها آثار دهان أو بويا وآثار أو لون الدهان هذا يتطابق مع لون دراجة هارون اللي فيه الحجز ولما قارنوا آثار البويا هذه مع لون دهان دراجة هارون تبين أنه نفس الادهان قالوا يعني خلاص اعترفوا واختصروا الوقت علينا وعليكم شيني سالفتكم أنت وهارون قالوا السالفة وما فيها يا سيدي عندنا أخت عايشين احنا واختنا في هالمنزل ما عندنا قطعة من الشيطان وفي يوم من الأيام يكتشفون هالإخوان أن أختهم كانت على علاقة مع ابن الجيران وابن الجيران هذا ما يخاف الله وضاحك عليها ولاعب عليها وحاصلة بينه وبينها علاقة جنسية غير شرعية تحملت من الولد هذا والولد هذا بيوم من الأيام شمع الخيط وهرب على فرنسا وظلت البنت وظلوا حاصرينها في المنزل لأنه البنت حامل الحد ما ولدت هذاك اليوم وقاموا وشالوا الطفل الرضيع وخذوه على الغابة ودفنوا هناك وصورهم هارون وهم يدفنون ورجعوا على البيت وعلى أساس أنه هين حفرنا وهين طمرنا ولا مين شاف ولا مين درى أو علشان ما ينفضحون وتنفضح أختهم ويدارون الأمر لكن قالوا تفاجأنا بعد يومين ثلاث واللي اتصلنا رسالة عن طريق البريد وشخص قاعد يهددنا وابتزاز وإذا ما تدفعون رح أوصل الفلاشة هذه أو ال سي دي لرجال الأمن ويعني احنا شفنا لابد ولا غنى أنه نحاول نلاقي حل مع هذا الرجل اللي ما عرفنا من وين طلع وشلون صورنا وشلون صارت هالسالفة ما ندري واللي حصل هذاك اليوم اتفقنا احنا وياه على المكان المعين وقررنا أنه نتخلص منه وناخذ الفلوس اللي يبتزنا وكذلك نحصل على الفلاشة أو ال سي دي اللي وعدنا أنه يحطوا مكان الفلوس واستأجرنا السيارة علشان ما يتعرف على السيارة وصدمنا بالسيارة وخذينا الفلوس وفلاشة و سي دي كان حاطها مكان الفلوس وهربنا من المكان وبناء على اعترافات حسن وحسين تم تقديمهم للمحاكمة وكذلك تم اعتقال أختهم وتقديمها للمحاكمة معهم البنة تم الحكم عليها بعدة أشهر بتهمة إقامة علاقة جنسية غير شرعية والإخوان في النهاية تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة القتل العم لأنهم كانوا مخططين لأنهم يتخلصون من هارون عن طريق صدموا بالسيارة وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير من العبر اللي نستخلصها وأهم هالعبر الطمع والابتزاز وأنك تبلش في أمور الناس وبلويها ومشاكلها وتبتز هذا وما ترضى باللي الله سبحانه وتعالى قسم لك مثل ما ساوى هارون وفي النهاية دفع هارون حياته ثمن الابتزاز والتدخل فيما لا يعنيه في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه